اشتركوا في القناة التي تستضيفها مملكة البحرين يوم الخميس المقبل السادس عشر من الشهر الجاري نعم أطلع الأمين العام جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء على الاستعدادات والتحضيرات النهائية الجارية لنعقاد القمة العربية والقضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها والترتيبات التي اتخذت لضمان نجاحها قد رحب حضرة صاحب الجلالة المعظم بالأمين العام للجامعة العربية معلما عن شكره وتقديره على الجهود الدؤوبة التي يبدلها وكافة العاملين في الأمانة العامة للجامعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للتحضير للقمة العربية وتهيئة الظروف وتوفير كافة أسباب النجاح لها لتحقيق الأهداف المرجوة أعرب جلالته عن الاعتزاز باستضافة المملكة لهذه القمة التاريخية المباركة التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها المنطقة جراء الأحداث وتطورات المتسارعة سائلنا المولى تعالى أن يوفق أخوانه أصحاب الجلال والفخام والسمو قادة الدول العربية الشقيقة في هذا الاجتماع العربي الخير بما يقدم القضايا العربية وحماية مصالح ومكتسبات دولنا العربية وتحقيق تضلعات شعوبها في التنمية والازدهار ودعم مساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة أكد جلالته دعم مملكة البحرين ومساندتها لكل الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية إيمانا بدورها الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربية المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التضامن بين الأشقاء مؤكدا أيضه الله كذلك تأيد المملكة لكافة المبادرات ولأي جهد وتحرك عربي يهدف إلى خير الأمة العربية ويعزز من وحدتها وإحفظ لها أمنها واستقرارها بدوره أعرب معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط عن عميق الشكر وبرغ الإمتنان والتقديل لجلالة الملك المعظم على الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في التنظيم والإعداد المتميز للقمة العربية وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحها متمن عاليا دعم المملكة بقيادة جلالته لجامعة الدول العربية وموقفها العربية الأصيلة والمشرفة في مساندة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها كما تطرق اللقاء إلى الأحداث المستجدة على الساحة العربية والتطورات الإقليمية والدولية بعد ذلك تفقد صاحب الجلالة الملك المعظم مرافق القمة والتسهيلات التي تقدم للضيوف البلاد ووجه جللته القائمين عليها على أهمية تضافر الجهود من أجل نجاح القمة على المستويات كافة ترجمة نانسي قنقر